النهاردة ان شاء الله عندنا حلقة مميزة لحضراتك واحتفالية بمناسبة فوز النادي الاهلي بالبطولة 12 في تاريخه ببطولة دوري أبطال أفريقيا والنهاردة معانا الأميرة الصمراء معانا على الهوى هتكون موجودة مع حضراتكو في كل برامج قناة النادي الاهلي واحتفالية خاصة مميزة علشان جمهور النادي الاهلي العظيم البطولة 12 البطولة صاحبة الأرقام القياسية ولما بنقول النادي الاهلي بنقول دايما النادي الاهلي رقم واحد النادي الاهلي مميز في كل شيء لما بنتكلم عن بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي قدر النادي الاهلي يحصد أول بطولة سنة 82 وإحنا بنتكلم في البطولة 12 سنة 20-24 أكيد في البطولة دي النادي الاهلي حقق أرقام مميزة على مدار تاريخه البطولة العظيمة اللي كان بينتظرها جمهور النادي الاهلي شوف النادي الأهلي آخر خمس سنين وهو بيوصل لنهاية دورة أبطال أفريقيا النادي الأهلي هو بيحصد أربع مرات دورة أبطال أفريقيا في الخمس سنين إنجاز كبير وإنجاز عظيم إنجاز لازم يحسب لكل منظومة النادي الأهلي وعلى رأسها جمهور النادي الأهلي العظيم شفنا ملحمة رياضية فعلا في ملعب استاد القاهرة جمهور النادي الأهلي وهو دايما بنقول اللاعب رقم واحد بفضل الله الكاز دي دخلت النادي الأهلي ثم بفضل جمهوره جمهوره العظيم اللي احنا شفنا وبنشوف الصورة اللي موجودة معانا وصوته اللي دايما في ودننا صوته دايما اللي بيد القوة للعبة النادي الأهلي الجمهور العظيم ده تواجد في المباراة اللي كانت الساعة 8 بالليل كان متواجد في استاد القاهرة من الساعة 2 الضهر في عز الحر والشمس جمهور دايما مساند لفرقته جمهور زواق جمهور عظيم دايما زي ما بنقول جمهور النادي الأهلي في الشدة وفي المحنة قبل الفرح هو دايما اللي بقوم لعبته وهو دايما اللي بيسطر التاريخ لما بنقول النادي الأهلي على مدار تاريخه بنقول دايما النادي الأهلي بنفس نفسه دايما النادي الأهلي رقم واحد وده بالمناسبة بالأرقام مش بالكلام لما نقول النادي الأهلي في دورة أبطال أفريقيا بنتكلم ب12 بطولة أفريقية أقرب المنافسين ليه بتتكلم حصل على خمس بطولات لكن بالأرقام والتاريخ بتلاقي لعيبة جوا النادي الأهلي في مدار تاريخها واخدها 6 بطولات شوفوا الأرقام وشوفوا العظمة لما بنتكلم عن بطولة الدور الممتاز هتلاقي النادي الأهلي بينفس نفسه بتتكلم عن كاس مصر أرقام حدس ولا حرج بتتكلم عن السبر المصري والسبر الأفريقي هتلاقي أرقام عظيمة آه النادي الأهلي ممكن يكون متأخر في الكونفدرالية لكن الكونفدرالية واخدنا بطولة واحدة منها لازم أطلع في الدوري التالتة والرابعة عشان أروح لها وده مش دور النادي الأهلي أو مكانة النادي الأهلي مكانة النادي الأهلي دايماً بدور إننا أكون رقم واحد في كل شيء لازم أقف وأتكلم ود الجمهور العظيم اللي إحنا شايفينه في الصورة دي حقه الجمهور الزواق الجمهور اللي بيفهم الجمهور اللي دايماً مساند الجمهور اللي عارف إمتى يوقف فرقته يوقف جنب لعبته ووقت الشدة ووقت المحنة ووقت ما بتقع بتلاقي أول واحد بيمدي لك إيده ويقول لك قوم يوم السبت اللي فات ما كانش ماتش كورة كانت ملحمة ملحمة كروهية رياضية في حب الأهلي أولاً جمهور لما بتشوف بتلاقي أولاد صغيرة بتلاقي أعمار سنية صغيرة بتلاقي ناس كبار في السن سيدات بنات كل الأعمار السنية متجمعة على كلمة واحدة بس هي حب الأهلي إن احنا دايماً مساندين للأهلي علشان كده النهاردة حبيت إن أنا أبتدي حلقتي النهاردة بجمهور النادي الأهلي العظيم بالصورة الحلوة بالجمال اللي إحنا شايفينه قدامنا في حد عنده الصورة الحلوة دي في حد عنده الجمهور الحلو ده اللي دايماً مساند في كل وقت علشان كده دايماً بنقول على جمهورنا هو اللاعب رقم واحد